وكما قلت لحضرتكم من قبل هذا صراع ليس لله فيه نصيب هو صراع حول الله سبحانه وتعالى صراع حول كتاب الله تبارك وتعالى صراع في صفات رب العزة تبارك اسمه وهو يقول إنه ليس لله فيه نصيب هذا صراع لا يرضي الله عز وجل لا يرضي الله عز وجل أن تخرج فرقة وتسمي نفسها الأشعرية وتخالف السلف ثم تأتي بأصول الجهم بن صفوان وتصدرها للناس ولكن يرضي الله سبحانه وتعالى الدفاع عن كتابه والدفاع عنه والدفاع عن دينه فلهذا أرسل الرسل صفات الله سبحانه وتعالى أقدس من ذلك الذي تقوله ثم هل توقف الأشعرية عن تدريس دينهم؟ هل توقف الأشعرية عن تدريس كتبهم؟ إذا ذهبنا إلى الأزهر ألن نجد هذه المسائل تدرس فيه؟ إذا ذهبنا إلى أي جامعة من الجامعات التي تدرس علوم الشريعة تحت أي مذهب من المذاهب تتبنى؟ ألن نجدها تدرس هذه المسائل؟ إذا ذهبنا إلى أي مسجد أو إلى أي شيخ يدرس العقيدة ألن نجده يدرس هذه المسائل؟ فما قولك إن هذه المسائل أكل الزمان عليها وشرب إلا استهانة بصفات الله سبحانه وتعالى إذ أن هذه المسائل هي صفات الله تبارك وتعالى فهل ترك المسلمون تدريس عقائدهم سواء من أهل السنة أو أهل البدعة؟ وهل ترك المسلمون يوما من الأيام الرد على الفرق المخالفة لهم؟ اذكر لنا ذلك الزمان بيّن لنا في أي زمان في أي وقت في أي مكان أعرفتم من الذي يخدع عوام الناس؟ ترجمة نانسي قنقر